مرحبا ايها الرائعون عندما يعطي الجسم رائحة قد يجدها الاخرون غير السارة فانها تعرف برائحة الجسم يقال ان العرق هو السبب الرئيسي للرايحة هذا ليس صحيحا تماما حيث انه عديم الرايحة تماما للانسان فالرايحة تنتج من طرف التكاثر السريع للبكتيريا في وجود العرق وتحول العرقي الى احمد والتي تسبب في النهاية رائحة كريهة الاهم من ذلك ينبغي اعتبار رائحة الجسم سببا للقلق لانها تسبب الكثير من المشاكل الصحية المحتملة مثل مرض السكري ومشاكل في الكبد او اتباع نظام غذائي خاطئ جمعنا في قناة هل تعرف بعض الحقائق رائحة الجسم واسبابه المحتملة اذا كان جسمك برائحة برازية قد يكون بسبب انسداد الامعاء فهو حالة طبية خطيرة للغاية عندما يكون هناك انسداد في الامعاء الكبيرة او الصغيرة مثل هذا النوع من العوائق المعوية عادة ما تسبب رائحة تنبعث منها رائحة البراز واي شيء تأكله لن يؤدي لتفاقم سوء التنفس ومع ذلك يمكن ان تسبب مشاكل الهضب رائحة كريهة للعرق يتأثر عرق الابطين اكثر على رغم من ان اجساء مختلفة من الجسم يمكن ان تندج ايضا عرقا برايحة برازية اذا شمنت رائحة قد تحتاج الى زيارة الطبيب لان هذا بسبب مشاكل كبدك ينتج الكبد البطيء مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية والتي لها رائحة غريبة وهذا بالتأكيد سيؤثر على الرايحة الكريهة من جسمك يتميز الكبد التالف ايضا بعراضة مثل مشاكل الجهاز العضمي والغثيان اذا كان جسمك ذو رائحة مريبة قد يكون لديك اضطراب يسمى متلازمة الاسماك ويتجلى ذلك في رائحة الجسم الهجومية ورائحة الاسماك المتعفنة في البول والعرق والتنفس للاشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب وذلك بسبب الافراض في افراز ترينثيل امين البول ولسوء الحظ انه مرض وراثي وتظهر الاعراض نفسها من الولادة ويمكن ان تحدث اسباب اخرى لرائحة سماكية نتيجة وجود فائض من البروتينات في النظام الغذائي او من وجود بكتيريا معينة هذا هو السبب في علاج المتلازمة باستثناء المضادات الحيوية والمستحضرات الحمضية المحددة ويتضمن متطلبات غذائية معينة اذا كانت رائحة حلوة قد يكون هذا علامة على مرض السكري قد يكون لجسمك رائحة حلوة او لفاكهة بسبب مستويات عالية من الكيتونات والتي تكون عادة في مجرى الدم اذا كان بولك يحتوي على هذه الرائحة المحددة فقد يكون ايضا احد عوارد مرض البول شراب القيقب هو اضطراب استقلابي يسبب عدم قدرة الجسم على تحطيم الاحماض الامينية فيلين والاسيوليسين اذا كان لديك رائحة البيض الفاسد قد تأكل الكثير من اللحوم اللحم هو منتج ثقيل على الجهاز الهضمي وهذا هو السباب في ان الاشخاص الذين يتناولون كثير من اللحوم يوميا قد يكون لديهم رائحة كبريتية صفرة وهي تشبه تماما البيض المتعفن سبب هذه الريحة النوعية هو نسبة عالية من الاحماض الامينية المحتوية على الكبريت في اللحوم خاصة اللحوم الحمراء لا يوجد ضرر في هذه الاحماض الامينية ولكن يجب ان يتم هضمها بشكل جيد وهذا ليس شائعا اذا كانت الرائحة تشبه رائحة الكحول عندما نستهلك الكحول فان الجسم يتعرف به كسم ويحاول تقصيمه الاحند استي يمكن ان يستقلب حوالي 90% من الكحول وبهذه الطريقة يخرج الباقي بشكل مختلف بعضها يخرج مع البول ولكن ايضا تفرز عن طريق العرق من خلال الجهاز التنفسي هذا ما يخلق رائحة الجسم المعينة بعد حفلة كبيرة اذا كانت رائحة العرق تفوح اكثر من اللازم تحتاج الى اختبار لفرط التعرق وهو اساسا التعرق المفرد على الرغم من ان الامراض العصبية والغدد الصماء والامراض المعدية وغيرها من الامراض الجهازية قد تسبب فرط التعرق في بعض الاحيان على ان معظم الحالات تحدث عند الاشخاص الاسحاء قد تكون الحرارة والعواطف محفزات لفرط التعرق لكن العديد من الاشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يتعرقون في اغلب الاحيان في صاعات يقذتهم حتى في درجات الحرارة العادية ودون اي ضغم مناطق العرق الرئيسية في جسم الانسان هي ربطين ومنطقة الفخدين والقدمين هل تعرف اي شروط اخرى قد تسبب رائحة الجسم؟ نود ان نراها في التعليقات اسفل الفيديو شكرا للمتابعة تريد ان ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا نحن نساعدك على ذلك اضغط على ايقونة الجرس ستكون على يقيننا لكل الاصدقاء هناك ومن ثم ستحصل على الشعارات بالاصدارات الجديدة للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع